في سياق الجهود المتوصلة مبذولة في مكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها نفذت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 28 مارس 2023 عديد العمليات تتأسفلت عن توقيف 41 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب والتي قارب 19 قنطار من الكيف المعالج بالإضافة لضبط كميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضربة والتي قدرت ب367 طن ومن جهة أخرى أحبط حراس وسواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحل الوطنية أين تم إنقاذ 177 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع فيما تم توقيف 928 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر ترابي الوطني ترجمة نانسي قنقر